صوما مقبولا وإفطارا شهيا مع البنك الشعب الموريتاني في عن حقوق الأرقاء والمساواة في موريتانيا اتهمت الجيش والحكومة الموريتانية بتنسيق مع الجماعات المسلحة في منطقة الساحل إن الإرهابيين الذين هم في مالي والنيجر يأتون إلى هنا للعلاج والتدريب لا أعرف كيف لفرنسا والقوى الغربية أن لا تعرف ذلك لا يمر يوم إلا ونسمع أن أحد أولئك المسلحين ينقر للعلاج في المستشفى العسكري موريتانيا تقوم بدعمهم والسبب أن عرب موريتانيا البيضان يسعون عبر هذا الدعم لأقامة دولة البيضان الكبرى الممتدة من الصحراء الغربية حتى النيجر مرورا بموريتانيا ومالي الفيديو ليس جديدا يعود إلى 2015 لكن تم تداوله بكثرة هذه الأيام الشرطة اعتقلت مريم مساء الأربعاء الماضي لاستجوابها عن مضمون الفيديو وأفرجت عنها في اليوم التالي ليست هذه هي المرة الأولى التي تعتقل فيها مريم فقد اعتقلت عام 2014 لمدة أربعة أشهر وفي مرات أخرى حركة إيرا من جانبها أصدرت بيانا قالت فيه اعتقلت مريم لأنها أبلغت عن روابط بين الحكومة والمجموعات الإرهابية ومناضلة في سبيل تحرير الأغلبية السوداء في موريتانيا وأكملت في هذا التعليق تقول إنها تتعرض لاتهادات جديدة وربما لتصوية الجسدية بفعل تأثير المتشابك لقمع الدولة والغلو المتفاقم داخل مجتمع الأسياد القدامى البيضان ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بخصوص الاعتقال من الشرطة الموريتانية اشتركوا في القناة